اشهد معالي سيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب بامر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله الجهة المعنية ووزارة التنمية الاجتماعية بصرف مبلغ شهر اضافي من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل علاوة الغلاء لمواجهة اثار ارتفاع الاسعار العالمية وبمباشرة صرف المبالغ للمستحقين وايداعها خلال شهر يناير الحالي كما اعرب معالي رئيس مجلس النواب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوجيه الوزراء والجهات الحكومية المختصة بوضع الخطط والاجراءات العاجلة التي تساهم في استقرار اسعار السلع وتوفرها محليا في ضوء التطورات التي اثرت على الاسواق العالمية والتي شملت كذلك تعليق رسوم الاراضي الصناعية المخصصة لتخزين الاغذية لمدة ثلاثة اشهر وتعليق شرط حصول الاسواق على موافقة وزارة الصناعة والتجارة على الحملات الترويجية وإلغاء رسومها للمتاجر والاسواق الغذائية لمدة ثلاثة اشهر بجانب تكثيف حملات التفتيش ومراقبة الاسعار في الاسواق مشيرا مع ليه الى ان اوامر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ستخفف من الاعباء المالية على اصحاب الدخل المحدود في مواجهة ظاهرة ارتفاع الاسعار العالمية كما ان توجيه الكريم بوضع خطط واجراءات عاجلة تساهم في استقرار اسعار السلع وتوفرها محليا من شأنه ان يدعم الاسرة البحرينية